السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً بكم أعزائي الطلاب في درس قسمة كسر عشرين على عدد كلي اليوم سنتعلم قسمة كسر عشرين على عدد كلي باستخدام القسمة الطويلة ولفعل ذلك علينا اتباع الخطوتين أولاً ارفع الفاصلة العشرية في ناتج القسمة فوق الفاصلة العشرية في المقسوم مباشرة ثم اقسم كما تفعل في الأعداد الصحيحة الآن دعونا نتعلم من خلال مثال ولنقسم 4 صحيح و 35% تقسيم 3 هنا لدينا قسمة كسر عشرين على عدد كلي ولفعل ذلك دعونا نستخدم القسمة الطويلة نرسم إشارة القسمة الطويلة فنضع المقسوم 4 صحيح و 35% تحت إشارة القسمة الطويلة أما المقسوم عليه 3 فنضعه خارج إشارة القسمة الطويلة والآن لقسمة الكسر عشرين على عدد كلي علينا أن نتبع الخطوات التي تعلمناها سابقاً أولاً نرفع الفاصل العشرية إلى ناتج القسمة فوق الفاصل العشرية في المقسوم فنرفع الفاصل العشرية مباشرة إلى أعلى إشارة القسمة لتكون في الناتج ثم الخطوة الثانية نقسم كما نفعل في الأعداد الصحيحة فنقسم 4 تقسيم 3 ليكون الناتج 1 صحيح نرفعه أعلى إشارة القسمة ليكون في الناتج الآن نضرب 1 ضرب 3 فيعطي 3 نضعها أسفل الأربعة مباشرة ثم نطرح 4 ناقص 3 فينتج 1 الآن نتجاوز الفاصل العشرية لأننا رفعناها إلى الناتج وننزل الثلاثة التي بجوارها ثم نقسم 13 تقسيم 3 فيعطي 4 الآن نضرب 4 ضرب 3 ليكون الناتج 12 نضعه مباشرة أسفل الثلاثة عشر ثم نطرح 13 ناقص 12 ليعطي الناتج 1 نكمل عملية القسمة بإنزال الخمسة التي على يمين الثلاثة الآن نقسم 15 تقسيم 3 فيعطي الناتج 5 نضعه أعلى إشارة القسمة الطويلة ثم نضرب 5 ضرب 3 فيعطي الناتج 15 نضعه أسفل الخمسة عشر ثم نضرب 15 ناقص 15 ليعطي الناتج 0 وهكذا انتهت عملية القسمة لأن الباقي أصبح صفر وأيضا لا يوجد أي عدد إضافي لنزله من المقسوم فيكون الناتج 1 صحيح و45 من 100 نرفعه ليكون ناتج عملية القسمة وبهذا نكون قد أتمنى عملية قسمة الكسر العشري 4 صحيح و35 من 100 تقسيم العدد الكلي 3 وذلك برفع الفاصل العشرية مباشرة إلى ناتج القسمة ثم إجراء عملية القسمة لنتدرب بالمزيد من الأمثلة والآن لنقسم الكسر العشري 637 من ألف تقسيم العدد الكلي 7 سنستخدم القسمة الطويلة لنرسم إشارتها الآن ننزل المقسوم أسفل إشارة القسمة الطويلة أما المقسوم عليه وهو السبعة هنا ننزله خارج إشارة القسمة الطويلة ولقسمة الكسر العشرية على عدد كلي علينا أن نتبع الخطوات أولاً نرفع إشارة الفاصل العشرية إلى ناتج القسمة فوق الفاصل العشرية في المقسوم بباشرة ثم نبدأ بعملية القسمة كما نقسم في الأعداد الصحيحة هنا نقسم الصفر تقسيم 7 أي كم 7 بداخل الصفر لا يوجد فنضع الناتج صفر في الأعلى ثم نتابع فنقسم الستة تقسيم 7 كم 7 بداخل الستة؟ أيضاً لا يوجد فنرفع صفر آخر أعلى الستة مباشرة ثم نقسم الثلاثة وستون الآن تقسيم 7 فيعطي الناتج 9 الآن تسعة ضرب سبعة يساوي ثلاثة وستون نضعها أسفل العدد الذي قسمناه وهو الثلاثة وستون ثم نطرح ثلاثة وستون ناقص ثلاثة وستون فيعطي الناتج صفر الآن ننزل العدد المتبقي في المقسم وهو السبعة ونقسم 7 تقسيم 7 فيعطي الناتج واحد نرفعه أعلى إشارة القسمة ثم نضرب واحد ضرب سبعة فيعطي الناتج سبعة نضعه أسفل العدد الذي قسمناه وهو السبعة ثم نطرح سبعة ناقص سبعة فينتج الناتج صفر انتهت القسمة حيث لا يوجد عدد آخر في المقسم يحتاج لإنزاله وأيضا باقي القسمة هنا صفر فهدان الشرطان يعنيان بأن القسمة انتهت وبذلك يكون ناتج القسمة واحد وتسعون من ألف نرفعه ونضعه مباشرة ليكون إجابة قسمة الكثل العشري ستمائة وسبعة وثلاثون من ألف تقسيم العدد الكلي سبعة إذن لقسمة كسر عشري على عدد كلي كل ما عليك فعله أولا أن ترفع الفاصل العشرية في الناتج فوق الفاصل العشرية في المقسم مباشرة ثم تقسل كما تفعل في الأعداد الصحيحة أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو ولا تترددوا في مشاركته مع أصدقائكم ومن يحتاجوا إليه وإلى لقاء آخر دمتم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر